استطاع التقدم في أبحاث اليد الآلية إعادة حاسة اللمس لاثنين من المرضى مبتوري اليد لأكثر من عام وقد استخدمت أجهزة استشعار في اليد الاصطناعية لإرسال إشارات مباشرة إلى العصاب وتم تحقيق اختراق في مجال الأطراف الصناعية من خلال ربط الذراع الآلية مباشرة بالعظام لتحسين عملية التحكم وركب فريق علمي أجهزة استشعار في اليد الآلية وثبتوا من خلال عملية جراحية مجموعة من الألياف حول باقي الأعصاب استطاعت القيام بعمل تحفيز إلكتروني واستطاع الفريق إرسال أنماط مختلفة من التحفيز الإلكتروني للأعصاب باستخدام جهاز كومبيوتر وفسرت هذه في الدماغ في صورة أحاسيس مختلفة وحدد الفريق موطن هذه الأحاسيس في 19 مكانا مختلفا في اليد بدءا من راحة اليد إلى طرف الإبهام وطبقوا أجهزة الاستشعار مع الأنماط المختلفة للتحفيز الإلكتروني وبعدها انتقل العلماء للتعامل مع عنصري الضغط والملمس حيث استطاع أحد المرضى أن يحدد وهو معصوب العينين إذا كان يمسك أشياء ويتوقع الفريق الطبي أنه خلال 5 إلى 10 أعوام سيكون هناك نظام مزروع بالكامل